تعد قرية القنوية بمركز نجا حماتي بمحافظة قنة إحدى القرى الرائدة في تجارة محصول المانغو والتي ذاعة سيطها في جنوب الصعيد منذ قرابة نصف قرن لوجود برصة المانغو والمزادات المستمرة يوميا لتوريد المحصول إلى أغلب التجار محافظات الجمهورية وتمتز أنواع المانغو في قرية القنوية بجودتها العالية التي يقوم بعض التجار بتصديرها إلى الخارج منذ قرابة نصف قرن اشتهرت قرية القنوية بمركز نجا حماتي بمحافظة قنة بالتجارة محصول المانغو والتي ذاعة سيطها في جنوب الصعيد لوجود برصة المانغو والمزادات المستمرة يوميا لتوريد المحصول إلى أغلب محافظات الجمهورية البرصة أصلا برصة المانغو أصلا على مسوى حفظة قنة يمكن أن نقول لك الصعيد كله تأتي من هنا يعني الأسعار أصلا بتطلع من هنا من قدرة القنوية ويمكن الجنوية بتودي للصعيد كله وكمان فيه بيروح الوجه البحر التجار وأصحاب المزارة يحرصون على ترويج محصولهم في قرية القنوية للحصول على أعلى وأفضل سعر حيث يجد المواطنون أيضا ضلتهم في الحصول على أسعار تنافسية عن الموجودة في الأسواق الجنوية دي مشهورة بالزراحة المانجة وتصديرها بتورد لجميع المحافظات أسوان ديسكندرية جميع المحافظات يعني بالردولة المانجة دي عندنا يعني زرع المانجة الجنوية أكتر بلد مشهورة بزراحة المانجة وتجارة المانجة المانجة بتبدأ عندنا نحن من شهر ستة الغاية عشرين تمانية أو بعد عشرين تمانية أو قبل عشرين تمانية بالنسبة للأصناف المطلوبة العويسي العرابي الزبدي التريكنزي التيمور الهندي يعني أنواح كثيرة من الساعة عشرة بنبدأ البيعين والصراحة لتأخذ المانجة وتوزع على جميع المحافظات وعندنا نية أنواع المانجة بتبدأ من البلدي وعويسي وزبدة والكريكنزة والسديجة والسكر وكل أنواع المانجة وتمتاز أنواع المانجو في مزادات برصة قرية القنوية بجودتها العالية وحلو مذاقها والتي يقوم بعض التجار بتصديرها إلى الخارج القنوية تلقى القرية الخضراء الصديقة للبيئة والشهيرة بالزراعات والمحاصيل المتنوعة سجلت اسمها من بين كبار موزع المانجو في محافظات الجمهورية فمزادات المانجو تستمر طوال الموسم ليستقطب كل المزارعين والتجار لترويج محصولهم ترجمة نانسي قنقر